بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا بكم طلبة العزاء طلبة السادس العلمي بفرعه الأحياء والتطبيقي كما وعدناكم الساعة الثامنة مساء سينطلق هذا الفيديو طبعا اليوم هو الجمعة ولكن ساعة الواحدة تقريبا بعد منتصف الليل وسينطلق الفيديو إن شاء الله بعد إكمال تصويره ورفعه على اليوتيوب وسأجعل له توقيت يعرض ساعة بثمانية مساء للتحقق من مدى صحة إجابتكم في أسئلة الامتحان الخاصة بالقطع المكافئ والقطع الناقص فقط والتي تم عرضها الساعة الثانية ظهرا إذن تعالوا إياي خلنشوف الحلول لهذه الأسئلة وكما قلنا لكم فهم السؤال نصف الإجابة اللم تكن أكثر إذن السؤال الأول كان بالصورة التالية والسؤال يقول لي قطع مكافئ معادلته نصف Y تربيع ناقص HX يساوي صفر المطلوب هو دليله يمر بالنقطة سالبة 35 جد قيمة H تنتمي إلى R في بدء الأمر أعزائي رح أجعل معادلة القطع المكافئ تشبه الصورة القياسية إذن هنا مندي يقول لي نصف Y تربيع يساوي HX ورح أجي أضرب المعادلة كلها في اثنيا يعني معناها رح يصير عندي Y تربيع هذا يساوي اثنيا HX هذه هي معادلة القطع المكافئ بما أن في المعادلة Y تربيع فإن البؤرة تقع على محور السينات وإذا كان في المعادلة X تربيع فإن البؤرة تقع على محور الصادات يعني مفتاح الحل هو هنا الدليل يمر بالنقطة سالبة 35 يعني أنا من أجي أقول هذه السالبة 35 هذه تنتمي إلى الدليل أنا عندي ملاحظة شو تقول تقول إذا مر الدليل القطع المكافئ بنقطة وكانت البؤرة تقع على محور السينات فإن معادلة الدليل هو X يساوي الأول وإذا كانت البؤرة تقع على محور الصادات فإن معادلة الدليل هي Y يساوي الثاني وإذا لم يحدد موقع البؤرة فرح أقض احتماليا مرة أقول X يساوي الأول ومرة أقول Y يساوي الثاني ولكن في هذا السؤال على الرغم من أنه لم يقل لي بشكل صريح أن البؤرة تقع على محور السينات ولكن لأن في المعادلة Y تربيع فإن البؤرة تقع على محور السينات إذن معناها سأقول معادلة الدليل X تساوي سالة بثلاثة إذن هذه سأكتب بصفة إذن هذه سأكتب معادلة الدليل إذا كانت معادلة الدليل X تساوي سالة بثلاثة فلابد أن البؤرة شنو فلابد أن البؤرة هي ثلاثة صفر إذن هذه سأقول عليها إذن بالتأكيد هذه هي بؤرة القطع المكافئة بإمكانك أن تكتب لي قاف ميم إذا كانت البؤرة ثلاثة صفر يعني معناها قيمة P تساوي ثلاثة والبؤرة تقع على محور السينات الموجب فلابد أن معادلة محور السينات الموجب هي Y تربيع تساوي 4PX يعني معناها رح يصير عندي Y تربيع تساوي 12X ولو سامعين المحاضرات السابقة بالقطع المكافئة التي تتعلق بإيجاد المجهول قلت لك بوقتها المجهول وين موجود إذا كان المجهول موجود بالمعادلة يعني رح توصل لك رسالة مستعجلة يقول لك استخرج معادلة القطع المكافئ بطريقتك الخاصة ومن ثم قارن وإذا كان المجهول موجود بالبؤرة مثلا يقول لك البؤرة هي ثلاثة H ناقص أربعة صفر يعني معناها دا أقول لك استخرج البؤرة بطريقتك الخاصة ثم قارن وإذا كان المجهول موجود بالدليل كأن أقول لك معادلة الدليل X تساوي أربعة H ناقص خمسة كأنه إذا أقول لك استخرج معادلة الدليل بطريقتك الخاصة ومن ثم قارن إذن في هذا السؤال اختاريت إليك المجهول موجود بالمعادلة يعني استخرجنا المعادلة بطريقتنا الخاصة ومن ثم سأبدأ بالمقارنة Y تربيع تساوي 2HX وبمقارنة بسيطة إذن معناها راح أقول 2H يساوي 12 لابد أن الH يساوي 6 إذن تقسيم الدرجة على هذا السؤال راح تكون ما يليه طبعا هنا لكل سؤال عليه 20 درجة خمس أسئلة لاستخراج البؤرة واستخراج قيمة P هذه قيمة B إذا استخرجتها هذه راح تكون عليها خمس درجات واستخراج المعادلة معادلة القطع المكافئ ومن ثم المقارنة إذن هذه راح تكون عليها 15 درجة وصار عندي 15 درجة وخمس درجات صار عندي هنا 20 درجة راح تقول لي أنا مثلا حلية بغير طريقة مثلا استخرجت قيمة H تساوي 6 بدون أن أستخرج قيمة B بشكل صريح وطلعت الH تساوي 6 إذن تأخذ العشرين درجة إذن هذا ما يخص السؤال الأول طبعا بالنسبة إلى طلبة القروبات الخاصة سيكون لنا لقاء ساعة بتسعة على الزوم جلسة مفتوحة لمناقشة أقطائهم وتقدير الدرجة اللي معرفي قدب درجته السؤال الثاني جد مجموعة النقاط التي تنتمي إلى القطع المكافئ والتي تبعد عن البؤرة بمقدار أربع وحدات إذن القطع المكافئ لو أجي كتبة بالصورة القياسية راح تكون معادلة شنو راح تصير X تربيع تساوي سالب 12 Y هذا قطع مكافئ صادي سالب يعني إذا ردت أرسم القطع المكافئ بالبداية حتى يكون السؤال واضح إذن راح أجي أرسم آآン اياكم المحوريين الإحداثيين إذن هذه المحوريين الإحداثيين خليogنا نرسم القطع المكافئ حتى تكون الصورة واضحة وأفتهم السؤال على طبيعته خلي أروح أرسم لي قطع مكافئ ركزوا اياي كيف سأرسم القطع المكافئ ما طول صادي سالب صادي سالب يعني معناها رسم القطع المكافئ رح يكون بالصورة التالية تقريبا رح يكون الرسم بالصورة التالية إذن هذا هو رسم القطع المكافئ خليهنا إذن هذا هو رسم القطع المكافئ زيان إيش دايقوا لي بالسؤال جد مجموعة النقاط التي تنتمي للقطع المكافئ يعني رح أجي أفرض موقع النقطة هنا هذه رح أسميها مثلا رح أسميها إكيو هي أكس واي زيان والتي تبعد عن البؤرة بمقدار أربع وحدات إذن أنا رح أحدد موقع البؤرة خليه يكون هنا البؤرة ويدا يقول لي البعد بين النقطة والبؤرة أربع وحدات إذن معناها رح أوصل إذن معناها هذا هو البعد هذا البعد اللي يريد لي هو أربع وحدات إذن خليه نروح إلى طريقة رسم المستقيم حتى يكون المستقيم واضح إذن السهنة هذا المستقيم دايقوا لي البعد هو أربع وحدات طيب زيان ما طول هذا هو أربع وحدات لازم أنا يعرف البؤرة شنو شلون رح أجي أقارن بالصورة القياسية اللي هي أكستر بيع تساوي سالب أربعة بي واي يعني معناها رح يصير سالب أربعة بي تساوي سالب اطنعاش يعني معناها البي تساوي ثلاثة جيد جدا يعني معناها البؤرة شنو بما إن المعادلة الصادي سالب إذن معناها البؤرة إحداث البؤرة هي الصفر سالب ثلاثة إذن رح أجي أثبت هنا صفر سالب ثلاثة لحد الآن الأمور جيدة جد نقطة تنتمي إلى القطع المكافئة إذا النقطة يمنى يسر المهم صايرة على المنحن الأحمر والتي تبعد عن البؤرة بمقدار أربع وحدات يعني معنى هذه السالوفة بأن طول كيو أف هذا يساوي أربعة هسة رح أجي أطبق قانون المسافة شنو قانون المسافة يعني رح يصير عندي تحت الجذر إذن هنا رح أجي أرسم هذا الجذر طول كيو أف هو فرق الأكس تربيع زائد فرق الواي تربيع معناها أكس ناقص صفر تربيع زائد شنو زائد واي ناقص سالب ثلاثة يعني صار زائد ثلاثة تربيع هذا يساوي أربعة جيد بتربيع الطرفين شنو رح يصير عندي أكس تربيع زائد واي زائد ثلاثة تربيع هذا يساوي ستعاش جيد خلي أسوي مربحة دانية يعني رح يصير أكس تربيع زائد واي تربيع زائد ستة واي زائد تسعة يساوي ستعاش زيان خلي أصفر المعادلة يعني رح يصير أكس تربيع زائد واي تربيع زائد ستة واي بعد ناقص سبعة يساوي صفر هذه معادلة رقم واحد زيان أكو ملاحظة مهمة جدا موجودة في الفصل الثاني وأيضا تنطبق على أي مكان بالرياضيات متى ما توقف السؤال بدلالة أكس واي هذه طبعا طلابي سامعين بيها وكاتبيها بالدفتر ولكن لغير طلابي بأن هنا اللي ما سامع بيها واللي ما شايفه بالمحاضرات دونها بدفترك أي إذا توقف السؤال بدلالة أكس واي وما عندك أنت لا أكس ولا واي فتعتبرها معادلة رقم واحد وتعتبر السؤال الأصلي معادلة رقم اثنين يعني معناها أكس تربيع تساوي سالب اطنعش واي هذه معادلة رقم اثنين ورح أتعوضها بالمعادلة رقم واحد يعني شرح يصير عندي هسه سالب اطنعش واي أم كان الأكس تربيع زائد واي تربيع زائد ستة واي ناقص سبعة تساوي صفر جيد جدا الواي تربيع رح تبقى مكانها ستة واي ناقص اطنعش واي إذن سالب ستة واي ناقص سبعة تساوي صفر رح أجي أحلل بالتجربة يعني معناها واي ناقص سبعة في واي زائد واحد يساوي صفر حتى يضع سالب ستة واي إذن معناها رح يصير أما واي تساوي سبعة هذه الواي تساوي سبعة تهمل بإحدى طريقتين طريقة رياضياتية وطريقة ذهنية جيد شنو الطريقة الذهنية تقول هذا القطع المكافئ ما طول صاير للأسفل فأي نقطة تقع على القطع المكافئ لازم الواي ما لتساوي لازم مستحيل أكون نقطة الواي ما التموجب سلواي الموجب هذا إذن هنا هذه ذهنية تقول عليها تهمل زين هذه إذا تمتلك شعور رياضي مرهف رح تقول لي هذه تهمل رح تقول لي لا أنا شوية شعور رياضي مو زين من تجي تعوضها هنا رح يصير سالب 12 في سبعة رح يصير سالب زين وينكو أكس تربيع يساوي سالب فقط بالأعداد المركبة هم رح تقول عليها تهمل زين إذن هذه الأمة أو شنوه أو رح يصير عندي الواي تساوي سالب واحد ممكن جدا زين إذا كانت الواي تساوي سالب واحد رح أتعوضها بالمعادلة رقم اثنيا يعني معناها الأكس تربيع تساوي اثنعاش يعني معناها الأكس تساوي موجب سالب جذر اثنعاش يعني معناها اثنيا جذر ثلاثة إذن معناها النقاط المطلوبة من عندي هي اثنيا جذر ثلاثة إذن هنا النقاط رح تكون اثنيا جذر ثلاثة الواي مالتها سالب واحد مرة والسالب اثنيا جذر ثلاثة والواي مالتها أيضا سالب واحد إذن هذه النقاط رح أقول عليها تنتمي إلى القطع المكافئ وانتهى حل السؤال إذن تقسيم الدرجة إيجاد بؤرة القطع المكافئ رح أطيك عليها خمس درجات وإيجاد معادلة رقم واحد رح أطيك عليها سبع درجات معادلة رقم واحد وإيجاد ما تبقى من السؤال إذن سبعة وخمسة اثنعاش إذن بقة ثمان درجات إذن هذه ثمان درجات ويخلي الروح إلى السؤال الثالث جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرته بؤرة القطع المكافئ إذن بالبداية خلي أروح أحسب بؤرة القطع المكافئ اثنيا واي تربيع إذن اثنيا واي تربيع تساوي أربعين أكس رح أجي أقسم على اثنيا يعني معناها رح يصير واي تربيع تساوي عشرين أكس المن يشبه يشبه الواي تربيع تساوي أربعة بي أكس يعني معناها رح يصير الأربعة بي تساوي عشرين إذن معناها البي تساوي خمسة إذن بؤرة القطع المكافئ شنو؟ إذن رح أقول بؤرة القطع المكافئ هذه خمسة صفر هذه رح أجي أسميها بؤرة القطع المكافئ إذن معناها رح يصير عندي يقول لي بالقطع الناقص إحدى بؤرتين بؤرة القطع المكافئ إذن رح أقول موجب سالب خمسة صفر هذه شنو رح أقول عليها؟ إذن هذه رح أقول عليها بؤرتا القطع الناقص إذن هنا ذول بؤرتا القطع الناقص موجب سالب خمسة صفر يعني رح أستنتج بأن قيمة سي تساوي خمسة وموقع البؤرة تقع على محور السينات إذن لا بأس برسم القطع الناقص على مود الفكرة تكون واضحة إذن هنا رسمنا المحورين الإحداثيين ويخلي الروح نرسم القطع الناقص إذن هذا القطع الناقص سيكون بالصورة التالية بما أن البؤرة تقع على محور السينات إذن واضح جدا بأن القطع الناقص سيكون شكله أفقيا إذن البؤرتين وين صايرها؟ إذن هذه البؤرة الأولى التي هي أفوان وهذه البؤرة الثانية التي هي أفتو وحدة خمسة صفر وحدة سالب خمسة صفر ويدا يقول لي محيط المثلث المحدد ببؤرتيه ونقطة تنتمي إليه خلي أعتبر النقطة صايرة هنا هذه النقطة سأسميها نقطة كيو إذن من أجي أوصل حتى أكون مثلث لاحظ التوصيل الشهر سيكون إذن هذا واحد وأيضا رح يكون عندي هذا إذن صار عندي مثلث المثلث كيو أفوان أفتو دي يقول لي محيطه يساوي أربعة وعشرين جزيلا شنو محيط المثلث إذن رح أقول محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه الثلاث يعني معناها كيو أفوان زائد إكيو أفتو زائد أفوان أفتو هذه أضلاعي الثلاث يساوي أربعة وعشرين جزيلا الأفوان أفتو هذا يمثل البعد بين البؤرة تيان اللي هو توسي يعني هسه هذا شي يمثل هذا يمثل اثنين سي وأي نقطة آقدها على القطع الناقص يكون بعدها عن البؤرة الأولى زائد بعدها عن البؤرة الثانية يمثل توأي إذن إش رح يصير عندي هسه رح يصير هذا هو توأي زائد هذا يمثل اثنين سي يساوي أربعة وعشرين إذا ردد أقسم على اثنين يعني معناها رح يصير اي زائد سي تساوي اثنعش زيان إذا عندي السي تساوي خمسة يعني معناها رح يصير اي زائد خمسة تساوي اثنعش لابد أن الاي تساوي سبعة إذا كانت الاي تساوي سبعة إذن حلال مشاكل رح أجي أحسب البي تربيع إذن اي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع يعني معناها شرح يصير عندي رح يصير تسعة واربعين يساوي بي تربيع زائد خمسة وعشرين اللي هو سي تربيع يعني معناها البي تربيع شقد البي تربيع رح تكون اربعة وعشرين بما أن البؤرة تقع على محور السينات إذن معناها معادلة القطع الناقص ستكون اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي احيد يعني معناها رح يصير عندي اكس تربيع على تسعة واربعين زائد واي تربيع على اربعة وعشرين يساوي واحد إذن هنا رح أقول هذه معادلة القطع الناقص إذن هنا التقدير الدرجة اللون الأسود خمس درجات اللون الأزرق والأخضر هذا رح يكون عليه سبع درجات أو أيضا خمس درجات واللون الأسود الثاني هذا رح يكون خمس درجات وهذا اللون البنفسجي ما أعرف ما تسموه هذا أيضا عليه خمس درجات إذن معناها عشرين درجة على هذا السؤال وننتقل معكم إلى السؤال الرابع جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل ومساحة منطقته تساوي عشرين فاي إذن هنا رح أروح قانون مساحة القطع الناقص شنوه رح أقول A-B-Pi هذه تساوي عشرين باي إذن ال-Pi وهي ال-Pi هذه رح تختصر يصير بـ-Pi مهي يعني معناها رح يصير A-B تساوي عشرين إذن يؤدي إلى أن A تساوي عشرين على B أو أقول B تساوي عشرين على A هذه معادلة رقم واحد ومربع محيطه يساوي 82 Pi تربيع يعني معناها ال-Pi تربيع يساوي 82 Pi تربيع شنو قانون محيط القطع الناقص محيط القطع الناقص قانونه هو 2 Pi جذر شنوه أي تربيع زائد B تربيع على 2 حافظ القانون إذن معناها مربع المحيط ال-Pi تربيع رح يساوي رح يساوي أربعة Pi تربيع في شنوه في A تربيع زائد B تربيع على 2 بس جذر من أجل اختصر الثنية وهي الأربعة يعني معناها مربع المحيط عفوان يساوي 2 Pi تربيع في شنوه A تربيع زائد B تربيع الثنية اختصرته يا الأربعة زين هو يقول 82 Pi إذن معناها رح يصير 2 Pi تربيع في A تربيع زائد B تربيع يساوي ماذا يساوي 82 Pi تربيع Pi تربيع وي Pi تربيع 82 وي Pi وي الثنية إذن رح يصير عندي صفال A تربيع زائد B تربيع هذا رح يساوي 41 إذن هس هذه معادلة رقم اثنية رح أجي أعوض اثنية في واحد يعني ش رح يصير عندي مكان لأي رح عوض 20 على B يعني هنا الواحد رح عوض ها باثنية إذن هنا رح أقول أنت يعني رح يصير 400 على شنو على B تربيع زائد B تربيع يساوي 41 رح أضرب المعادلة كلها في B تربيع حتى أتخلص من المقامات تقول لي أنا أريد واحد مقامات وبعدي نقول طرفين يساوي وسطين لا بأس ما كو مشكلة تصير 400 زائد B أس أربعة يساوي 41 بتربيع زيان رح أصفر المعادلة يعني معناها رح أصير B أس أربعة ناقص 41 بتربيع زائد 400 تساوي صفر هس هنا رح أحل بالتجربة يعني رح يصير بتربيع ناقص وهنا أيضا B تربيع ناقص يساوي صفر لأن هنا سالب مجب سالب مرة رح أقول هنا شنو رح أقول B تربيع 400 مين جاية يعني 400 إذا أقول هنا 20 في 20 يعني شوف هنا تجربة شو رح أصير عندي إذا ردت أقول 20 في 20 رح تطلع 400 لكن هنا رح يصير عندي سالب 20 بي تربيع وسالب 20 بي تربيع رح يصير عندي شنو رح يصير سالب 40 أنا أريد 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 هنا 41 لذلك رح تجي تحلل 400 على متعرف من جاية شوف الأمور شو رح أصير جميلة بالتحليل إذا رح أجي أحلل 400 هوا طلاب يقول أنا من تجيني أرقام كبيرة أصخن إذا ما كو داعي الصخن الثنيا إش قد بيها بيها 100 الثنيا إش قد وعثنيا بيها 25 والخمسة بيها خمسة وعالخمسة بيها واحد زين من جاية 400 رح أقول ربما جاية 2 في 100 من أكتب هنا 2 واكتب هنا 200 ما رح يطلع لي 41 أقول هولي زين أو جاية من شنو جاية من 4 في 100 من أجي أكتب هنا 4 وأكتب هنا 100 رح أصي سالب 104 ما تشتغل زين أو جاية من 8 في 50 من أجي أكتب هنا 8 وهنا 50 رح يطلع لي سالب 58 هم ما تشتغل زين أو جاية من 16 في 25 إذا أكتب هنا 16 وهنا 25 ها شن الأوضاع إذن سالب 16 وسالب 25 سالب 41 إذن سأتشلب بها إذن هنا سأأجي أقول 16 وهنا سأقول 25 زين من عندي حاصل ضرب قوسيا يساوي صفر يعني معناها أما الأول يساوي صفر أو الثاني يساوي صفر يعني معناها أما بي تربيع تساوي 16 يعني معناها البي تساوي 4 زين إذا البي تساوي 4 خلي عوضها من نعوض بالمعادلة رقم واحد الأي تساوي 5 زين يصير الأي أكبر من البي نعم يصير إذن هذه أقبلها زين أو إذا كانت البي تساوي 25 البي تربيع تساوي 25 يعني معناها البي تساوي 5 من أريد عوضها بالمعادلة رقم واحد يعني رح يصير عندي 20 على خمسة أربعة زين ضميرك يقبلها الأي أصغر من البي إذن قل لا ما يقبلها إذن هذا أقول عليها إذن هذه أقول عليها تهمل حس صار عندي الأي تساوي 5 والبي تساوي 4 زين البؤرة وين صار ما قاعد لك البؤرة وين سينات أو صادات لذلك رح تجي تأخذ احتماليا مرة سينات ومرة صادات تربيع على 16 يساوي 1 إذن هنا هذه رح أقول أما أو شنو إذا كان الصادات رح تصير Y تربيع على 25 زائد X تربيع على 16 يساوي 1 إذن معناها تقسيم الدرجة لهذا السؤال قانون المساحة وإيجاد المعادلة رقم 1 رح أطيك عليها 5 درجات قانون المحيط واستخراج معادلة رقم 2 رح أطيك عليها أيضا 5 درجات وإيجاد ال-A و-B أطيك عليها 5 درجات وكتابة المعادل 2 أطيك عليها 5 درجات إذا كاتب معادلة واحدة من عدهم تروح منك 3 درجات يعني تأخذ 17 من 20 إذن دير بالك بعض الأسئلة اللي هواية تجينا من الطلاب يقول معادلة الصادات هي مو X تربيع على 16 زائد Y تربيع على 25 يوسائي واحد أقول لك إيه بابا هنا عملية تجمع عملية إبدالية تبدي بال-X تبدي بال-Y ماك مشكلة المهم ال-A إذا كان جو X تربيع عن البؤرة على السينات وال-A تربيع إذا كان جو Y تربيع وليس A فمعناها البؤرة تقع على محور الصادات ويخلي نشوف السؤال الأخير السؤال الخامس قطع ناقص معادلة 6 X تربيع زائد K Y تربيع يساوي 36 إحدى بؤرته بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ودليله الموازي لمحور السينات إذن باوعني بابا أنا هنا إذا ردت أرسم المحورين الإحداثين إذا قل دليله الموازي لمحور السينات يعني شكل الدليل أما رح يكون الدليل بالصورة التالية أما رح يكون أعلى محور السينات أو ربما يكون أسفل محور السينات إذن هنا من يقول دليله الموازي إلى محور السينات لو أعلى لو أسفل يمر بالنقطة جذر 2 جذر 3 ما طول النقطة صار بالربع الأول أكيد معناها الدليل أين صار صار أعلى محور السينات ويمر بنقطة تقع بالربع الأول إذن هذه النقطة هي جذر 2 جذر 3 أكو ملاحظة إذا مر دليل القطع المكافئ بنقطة وكانت البؤرة على السينات فمعادلة الدليل X تساوي الأول وإذا البؤرة على الصادات معادلة الدليل Y تساوي الثاني إذن ما طول الدليل يوازي محور السينات إذن لابد أن ومن الأعلى لابد أن بؤرته تقع على محور الصادات السالب إذن معناها رسم القطع المكافئ سيكون بهذه الصورة هذه المهم أنا ما أحتاج رسم القطع المكافئ أحتاج أن أكتب معادلة الدليل إذن معادلة الدليل Y تساوي جذر ثلاثة إذن هذه تمثل معادلة الدليل إذا كانت معادلة الدليل Y تساوي جذر ثلاثة يعني معناها البؤرة شنو إذن بؤرة القطع المكافئ هي الصفر السالب جذر ثلاثة إذن هذه سأقول عليها بؤرة شنو بؤرة القطع المكافئ يعني معناها سيكون صفر موجب سالب جذر ثلاثة هذه شنو هذه بؤرتين منه إذن هذه بؤرتين القطع الناقص ومن هذا الكلام رح استنتج بأن السي تساوي جذر ثلاثة وبعد والبؤرة إذن هنا الاف هذه تقع على محور الصادة وهو Y أكسس إذن رح أجي إلى معادلة القطع الناقص رح أجي أقسمها على ستة وثلاثين يعني رح يصير ستة X تربيع زائد K Y تربيع يساوي ستة وثلاثين من أجي أقسم المعادلة كلها تقسيم ستة وثلاثين إش رح يصير عندي هسة أقول يؤدي إلى X تربيع على ستة وثلاثين على ستة اللي هو ستة زائد رح يصير Y تربيع على رح يصير ستة وثلاثين على K شوف دائما المقسوم عليه رح يكون أقرب المقام ومعامل التربيع رح يكون أبعد المقام هسة إذا علمت معادلة قطع ناقص فإن أي تربيع يمكن معرفة مكانه بإحدى طريقتين أما من خلال المقام الأكبر أو من خلال موقع البؤرة زيان من هو المقام الأكبر ما أدري أنا ما أدري المقام الأكبر وين لأن كيش قد ما أدري إذن الطريق الثاني موقع البؤرة إذا كانت البؤرة تقع على محور السينات فإن الأي تربيع هو يكون جو الأكس تربيع وإذا كانت البؤرة تقع على محور على مود شوية أتقرب لكم إذن بما إن البؤرة تقع على محور الصادات فإن الأي تربيع تقع بالجل فيه أقول جوه الواي تربيع بالفصحة أقول تحت الواي تربيع إذن مباشرة رح أقول هسه رح يكون عندي الأي تربيع تساوي إذن عفوا الأي تربيع تساوي منه تساوي 36 على كي زين والبي تربيع منه تساوي 6 والس تربيع تساوي 3 هسه رح أجي أكتب حلال المشاكل وعوض الأي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع يعني معناها يؤدي إلى الأي تربيع منه الأي تربيع 36 عفوا 36 على كي دير بالك تربعها هي قيمة الأي تربيع يساوي البي تربيع منه 6 زائد السي تربيع هو 3 يعني معناها رح يصير 36 على كي هذا رح يساوي 9 يعني معناها 9 كي تساوي 36 30 إذن معناها الكي تساوي 4 تقسيم الدرجة لهذا السؤال إيجاد بؤرة القطع المكافئ وربطها بالقطع الناقص هذا رح يكون عليه 7 درجات هذا رح يكون 7 درجات وإيجاد المعادلة والقسمة واستخراج ال-A وال-B وال-C هذا رح يكون عليه خمس درجات وما تبقى من الحل رح يكون عليه 8 درجات إذن إن شاء الله الأسئلة واضحة الأسئلة منهجية جدا على الرغم من أن هذه الأسئلة مموجودة بالكتاب بالنص ولكن كل أفكارها منهجية وممكن تجيك بالامتحان الوزاري إذن سيكون لنا لقاء متجدد آخر معكم وامتحان شامل إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا خلال أسبوع أو أسبوع وامتحان شامل بالفصل الثاني إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه اشتركوا في القناة